اشتركوا في القناة 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 مش كدا ايو سيكو هم دولني مالك عطيوات مفيش الاساس عبدو معاك لا امال انت عرفت ان انا هنا ازاي كان عندي معادي معادي في الشهر العقاري وهناك فجد بالحصول عطيات انا انا جايلك لان انا حاسس انك مسلمة عبدو تسوي عاملك قضية جمع بين زوجين في وقت واحد جمع بين زوجين هم هو قالك كدا ايو لان تاريخ عقد الجواز اللي انتي عملت له صحي التوقيع في المحكمة كان قابل جوازك من الحاج نور بتاع شركات توظيف الاموال ما ازايش والله ما ازايش والله ما ازايش اديني دليل مادي واحد عطيات عطيات هي الدليل ده تبا اسمح لي اقولك انك اتورطت في القضية دي لان التهمة على عبدو تسوي مش دليل مادي وعليها ان هي اللي تثبت مش هو ما اشكده حضرتك انا عملت صحة توقيع على عهد الجواز العرفي صحة التوقيع دي هي دليل الادانة لها لان التاريخ الموجود قدامي على عهد الجواز سبق لي جوازها من الحاج نور مفيش جواز تم اساسا بين عطيات والحاج نور تاني يا متر دي البلد كلها عارفة ان عطيات كانت مرات الحاج نور وصورها في الصحافة والتلفزيون معاه وهم بيوزقوا الجواز في البرامج التلفزيونية اللي بيتحكوا بيها ع الناس اللي عملته عطيات ده ملوش غير معنى واحد انها بتنتعمل للاستاذ عبدو لان هو اللي كشف ان النوري نصاب كبير وانا واثق ان مفيش خلوة شرعية تمت بين عطيات والنوري ده عطال بتأكد الكلام ده انت ليه بتصعب الموضوع على نفسك قوي كده يا متر طب استفسار حضرتك لو عبدو تسوق ايه كانت طلع عطيات ايه بقى اللي خلى عطيات تحتفظ بعقد الجواز لعور في حد دلوقتي معها ممكن يقول ان هو نسيه او هي قالت له انها قطعته فما حبش يروحها ويشوفها بعد ما عارف انها تجوزت فاشيه طبيعي بعد ما تتجوز من النوري ما يكونش فيه عقدي تاني 20 مليون رد يا متر عايز بصيحتي تسيبي القضية ده وتقول انك عملت اثبات التاريخ ده وانت ما كنتش تعرف حكاية جوازها بعد كده مش المفروض طبعا ان انا اقولك الكلام ده لكن تسدقني ان اقولهلك بشكل شخصي خصوصا انا عرفت في اول ما تقابلنا انك لسه عرض جديد ها وبعدين يا متر يعني هو قال للوكيل النيابة انه ما كانش يعرف ان عطيات متجوزة النوري ها ها عشان كده وكيل النيابة خرجوا اي اه اه لا لا اسمع انت متعملش حاجة خالص متتصرفش اي تصرف يا متر ايوه انا بعدين هكلمك واقولك هنتصرف معه زي بالزبط طيب اوكي مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة اوكي مفاجئة رايح لقريب وقريب قوي تحبي تشربي ايه نو نو ثانكي انا جايلك في موضوع مهم جدا بيزنس خاص بيني وبينك بيني وبينك على طول كده بيزنس صغير مش محتاج غير رأس مال يكون صغير طب افهم اكتر مجموعة ديسكوهات للشباب على اعلى مستوى فارقى المناطق المختلفة البداية هتكون بعشرين مكان فافهم القتلات وعلى النيل كمان دسكوهات طب ليه ما روحتيش للدكتور سيد او لدولي على الاقل هم متخصصين في الحاجات دي دكتور سيد ودولي انا مليش دعوة بيهم دول تبع جانيفر تبع جانيفر وبعدين المشروع ده بيني وبينك انا وانت لوحدينا بس الحقيقة يا هيلل انا ما بفهمش في البيسكوهات بس انا عندي اللي يفهم مين صلاح طليق دولي صلاح يا عيون صلاح لقيتك ما اتصلتش قلت جيلك تاني هو انا قلتلك اني حتصل بيك سيبك من الفاتو وقل عندك استعداد تخش معي ببيزنس كويس انا ام ايه رأيك تبقى صاحب المكان ده انا ام ازاي ده بيزنس خاص بي انا اه يعني مش تابع مجموعة هشك بشك معنى كده انك اريد في الجرايد عن مشارينا اريد ايه اللي اريد طالما جبته عبده تسوقي يبقى كل الناس اريد ده تمهيد لمشروع كبير مشروع ايه بقى سياحة السياحة في المجموعة الكبيرة انا مستثمرة صغيرة بستة سبع مليون كده حاجة بسيطة مشروع كبريهات مش كده ديسكوهاد افرقيتش لا تفرق كتير النايت كلاب بيروح رجال الاعمال والاغنية بس انا هدفي كله على الشباب طبعا طبعا لازم الشباب يعيش حقهم زي مكان حقك ايوه بس انا طلعت مغفل خدت على افاق ها هتخش معايا ولا لا إلا معاك ده انا هرقص كل الشباب اوه يا قلة حيلة الغلبان لو اتمنى اجراحوا الطيب يقلت حيلة الغلبان لو اتمنى اجراحوا الطيب ما يلقاش سوى الحرمان ما يلقاش سوى الحرمان وانا يطلش في عيات ونصر يا عيني عالي مال ومكان يا حني ليه فيهم ما يغيب يا عيني عالي مال ومكان يا حني ليه فيهم ما يغيب يا اسود غربة البردان يا اسود غربة البردان لو اتدفق في حضن الدين يا عبد الحليم يا عبد الحليم افتح الباب ما لا بص Lyم يا عبد الحليم اي干لم يا عبد الحليم افتح انilipp يا فكي اي مال ومان يا عبد الحليم ما رك يا عبد الحليم اشتركوا في القناة اليوم وبكل فخ نعلن من على أرض مصر قلب الوطن العربي اختتاح الشركة الهندسية التروحية لتكنولوجيا الكمبيوتر الفائقة في الحقيقة الشركة العملاقة هي مجموعة شركات تقوم على تصويق وتوزيع وتصميم برامج الحاسب الآلي كما أن أهم فروعها هو تقديم الاستثمارات في كل المجالات وإقامة المشاريع السياحية الكبرى في أجمل بقاع مصر الساحرة الفخر لنا بأن يقوم البنك الدولي تحت إشرافنا وإشراف الأستاذ الدكتور سيد شينجي والأستاذ شافع والأستاذ صالح وبمعاونة الصديق والصحف العالمي عبد الثوئي وبإدارة رجل الأعمال الناجح ممدوح صودي إننا بذلك نفتح المجال أمام رجال الأعمال الجزين في كل المشاريع الخاصة وندعوهم إلى منافسة شريفة وأدعو أيضا كل ما لديه فكر جديد لمشروح حضاري نفيد أكبر مجموعة من الناس فأهلا به أي مشروح حيتقدم لنا وحنوافق عليه حنبدأ التنفيذ فيه فورا مدام حيخدم الأطفال والشباب اللي هم رجال المستقبل شكرا اشتركوا في القناة 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 أقدرش سبب الظروف تي يا سيدي أنا ما بقولكش تسبب بس ما فيش قدامك غير حل واحد هو اللي مضمون قبل مع دي الجلسة إيه هو الحل ده؟ تاخد بعضك وتروح لعبدو تسومي أنا دول أهم عشر أبحاث تقدموا الأسبوع ده رجعتهم؟ أكيد طبعاً رجعتهم أهم واحد فيهم من وجهة نظري بيتكلم عني رصد البعض شركات القطاع العام اللي بتخسر بالملايين كل سنة طيب ده يخص الدكتورة جينيفر أنت رئيسي المباشر هنا في المركز ولازم أعرض عليك كل شيء من البداية وفي هشك برضو لازم تعرضي عليها هي الأول أنا ولاقي دايماً بيبقى للمكان اللي أنا مسؤولة عنه أنا على أوم رايح لها بعد ساعة ممكن أبدوه له ليه؟ ما هو الكمبيوتر أضمن وأسهل وأسرع طيب فيه أبحاث تانية مهمة تخص الدرسات في المركز؟ آه فيه فيه بحث من شاب واضح أنه مكتئب وعمل دراسة عن الشباب والهجرة للخارج ده يهمنا جداً في الدرسات الحديثة الفكر الشباب الجديد وخصوصاً نظرتهم للواقع والمستقبل خذي رجعي ده كده ويريه وليه رأيك؟ المشوار الطويل من أجل الحرية ده عن كتاب نيلسون مندلة عايزة أتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية بالشباب الجامع لما نجيه ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 أهو إحنا دلوقتي حطينا رجلنا على أول درجة في سلم النجومية ده بس عشان في ناس زي حضرتك بتخطط للدعاية وشكلها يا دولي أنا يميني جداً إنك تنجاحي مادام أهمك قوي كده ويهمك نجاحي ليه بتتعمد إن انت تتحسسني إنك بتتجهاني؟ أو بمعنى أصحة بتفهمني إنك مش حاسس بي أنا؟ بقولكي أنا مش قدك دولي أنت دلوقتي دخلت معايا في موضوع تاني خالص لإن إحنا الاتنين حولنا علاقتنا لبيزنس صريحة ولما قلتلك من شوية إن أنا يهمني جداً إنك تنجاحي فدل إن انت بقيت بالنسبة لنا بقيت تسبونسور الراعي الرسمي لشركات هشك يعني انت بقيت بالنسبة لنا هققة يا نققة إيه هققة يا نققة زي؟ سامي يا جمال في فيلم قديم مع فريد لطرش آه 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 أكد أو انت برضو بقيت معروفة بين الناس بهشك بهشك خلاص؟ إيه رايك بقى يا سيدي لو تكتب فيلم؟ ونسميه هشك بهشك؟ لا 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 معقول بقى برضو عبدو تسوقي اللي بيكتب كلامي يلهب مشاعر الناس يجي على الأخر ويكتب حدوتة هشك بهشك؟ صدقني ده انت بالذات اللي لازم تكتبه ده انت أكتر واحد في الدنيا تفهم عن الهشك بهشك؟ آه لو يسألوني أنا آه يسألوكي عن إيه بس؟ اللي يسمعك بتقولي كده يفتكر إنه لو سمح الله أنت تعرفي عني حاجات وحشة قوي لو سمح الله ده انت ملاك ماشي على الأرض بس من غير جناحات استني استني تي جبتي الوصف ده منين؟ من سيد شيند يا سيدي زمان قالهولي أيام ما كنت معجبة بكتباتك قالي الناس هم اللي أطلقوا عليك هذا اللقب وحياتك وأنا كده فعلا وحياتك وأنا باعترف لك وقولك إني مش قدت ده انت لا ينفع معاك كدنسا ولا هقق يا نقق ولا هشك بهشك انت ما ينفعش حاجة معاك خالص يا ساتر يا رب يا ساتر أم اللي ينفع معايا إي بس؟ اللي انت عايشة أنا خلصة بعدين الاستسلام وبرفع لك الراية البيضة وهو لبسه لك أبيض فوق يا حبيبتي الراية البيضة دي نرفعها لما يكون في بيننا حرب أم اللي احنا كان في بيننا أيضا سلام ووقام وكل خير بقولك كيف ما تخليك شجاع كده وتعترف ان كان في بيننا حرب بس بارتا طب ولي ما تخليها كل خير أحسن موافق عارف موافق ليه لأن محدش أصلا يقدر يدخل معاك في حرب لأنه خسرا خسرا وأنا بعترف لك إن انت كسبت حوافق عارفة حوافق ليه لأن طمعان قوي بجازة الفوز ما الجايزة كانت قدامك من زمان إنت اللي كنت بتتهرب منها أعمل لكي تاني يا دولي ما قلتلك كان عندي أسبابي ما قلتليش على أسباب ليه كنت هاخد جايزة برونزية من كتير خالص فضية وأنا بقى طمع معيني دايماً بتروح عالدهب وما بحبش أدخل في حاجة إلا لو كنت بلعب عالدهب وضمه يا جماله متفقين شوف الوقت اللي ينسبك وأنا بستنيكي عندي في البيت عشان نقرأ القصة سوا أخيراً حنيرة أخيراً حنيرة أخيراً حنâce حرを تلاسق متواكي متى حس tired اشتركوا في المخصارات یہ مزر الجاهزة بعد استعرضنا لكتاب نيلسون مندلة المشوار الطويل من أجل الحرية أحب أقول لكم أن الكتاب ده هيأثر في عدد كبير قوي منكم لأن أنا شخصياً تأثرت بيه أنا تعلمت من الكتاب ده إزاي ما نخجلش من مخاوفنا وإزاي إننا نخجل إذا فشلنا في مواجهة المخاوف دي ده اللي عمله نيلسون مندلة وده اللي إحنا كلنا لازم نعمله لازم نبدأ بمواجهة الخوف اللي جوانا لأن المشوار طويل نحو التنمية الاقتصادية ده لو كنا عايزين نحقق العدالة الاجتماعية عشان كده عايز أقول لكم أن المرحلة اللي جاية أهم مرحلة في حياتنا مرحلة محتاجة شغل كبير جداً على الأبحاث ده إذا كنا عايزين ننمو بمجتمعنا واللي قدموا أبحاث في مركز ابن الزيتون أحب أقول لهم أن الأبحاث دي تحت الدراسة والاهتمام بكل التفاصيل اللي فيها الجديد أن أصحاب الأبحاث دي هيتطوروا طريق البحث هيبقى بحث ميداني عملي الدراسات لها ميزانية كبيرة هتساعد على التطور والنمو الاجتماعي يعني كل واحد قدم بحث يتفضل يشرفني في المركز عشان اتفق معاه إزاي هينفذ البحث التعود على الطبيعة أشكركم أشكركم سبحت يا دكتور أبعز مكرا أهلا وسهلا أنا دكتور سيد أهلا بيك يا دكتور أبعز لك يا دكتور وأنا أتي المحاضرة شفت اتنين كده شكلهم غريب اللي يمكن يكونوا طلبة أبداً إيه ده؟ ده حداك قول ملاحظة وإحنا ما نعرفش لا مش للدرجة، إيه حكايتهم بعد؟ دول أمن طبعاً حداك عارف الإرهاب اللي من دول شادت حالو جداً وأكيد حضرتك قلتهم في المحاضرة عن الإرهاب لا يا دكتور أنا ما اتكلمش في المحاضرة عن الإرهاب أنا اتكلمت عن الحرية والقهر اللي موجود بوانا ومن وجهة نظري إن الحرية هي الشيء الوحيد اللي ممكن نتصدى بيه للإرهاب يبقى ده موضوعنا في المحاضرة اللي جاي هنقذك يا دكتور فكرة بحث تحتاج البحث ميداني ما كانش في داعي لإجراءات الأمن والتفتيش اللي عملوها معايا دي قبل ما طلعتك دي إجراءات أمنة عادية يا عبد الحليم أنت عارف جو الإرهاب اللي موجود اليومين دول ومع ذلك أنا لو كنت عرفته إن أنت كنت فاهمتهم إنك أقل من إنهم يفتشوك بقى يا أخي ده أنا كنت قلت إنك اتعصت من اللي حصل لك زمان والتعصت أكتر من اللي بيحصل حواليك دلوقتي لكن فجئت إنك بتليف وضوه في منطقة مش بتاعتك خالص وأنا وعدك إنك مش تشوفني في حياتك داني خالص توعدني؟ حليم؟ لا حليم؟ اسمع يا عبد الحليم يا غريب انت زمان تجوازت حدودك معايا إنما المرة دي بقى أنت عديت الخط الأحمر اعتبرها غلطة ومش هتتكرر خصوصاً إن أنا مش جاء لك عشان أنا أنا جاء لك عشان ترحم عطيات أرحم عطيات أنت جاي لها وسطة يعني لا مش بالمعنى ده بس كنت عايزة أقول لك يعني إن عطيات حالتها بقت وحشة وأنا بحذرك يا عبد الحالين يا غريب أنت كده دخلت في منطقة ألغام وأنا ألغامي ما بتموتش لكن تعيشك طول حياتك عاجز وأظن أنت عارف كويس إن إحساس العاجز ده وحش قوي اعتبر يا سيدي رجاء خدمة خدمة من خدمتك اللي بتقدمها لأهل قليل أنا أعرف إن اللي بيبقى له عين يطلب خدمة ما يكونش قابليها عامل عاملة بعدين تعال هنا أقول لي وراحت معاك معاك أنت بالذات ما كفايا بقى يا وسيدي عبد اسمع يا عبد الحاليم يا غريب أنا لو كان في قلبي ظرت شك واحدة تخليني ممكن أتعاطف مع عطيات دلوقتي ما بقاش تعطيات مريضة مريضة جداً ومش محتاجة إنك تتعبها أكتر من كده يا حنين يا حنين طب يا أخي تشاف علي نفسك الأول وإذا كنت فاكر إن عشان النيابة خرجتك بعد اللي إنت قلته حتبقى مش مودان فأنت غلطان اللي حصل في حقي ده يا عبد الحاليم جريمة ولازم أنتو لإتنين تخشوا السجن بسببها ألي قاسف قاسف قوي أن أنا جيت لك كان لازم أعرف إنك هتفضل طلع عمرك إنسان حقير اخرس برا كان لازم أعرف إن أنت راب بفلوس حرامه هيفضل طلعمره كده برا ما معتيني حد من الأمني يطلع الحجرة ده برا ماشي ماشي يا عبد الحجرة أنا بقى مش هسيبك وبقولها لك أنا في مكتبك وأضبحوا رأسك دول نهايتك يا عبد الحجرة هتبقى على إيدك اجتنوا الجادع ده ما يخرجش منها واطلبوله البوليس حالا موسيقى حبت أنوار مشين موسيقى